السلام عليكم ورحمة الله هواي سألفت لكم على المكائن ومكان الليازر اليوم سأركز لكم على ماكنة صغيرة المكائن الصغيرة يبدأ سعارها من 157$ إلى 159$ إلى 200$ إلى 300$ أفضل ماكنة حسب رأيي الشخصي بالماكينات الصغيرة هي الليازر الفراشة ما نطول عليكم الفيديو تعالوا نشوفكم أول شي شنو يعني الليازر الفراشة الليازر الفراشة فالشي جدا ممتاز إنه ممكن تشتغل بها بأي مكان ممكن تشتغل بها بأي مكان تصبح مفتوحة ولهذا السبب اسمها فراشة عرفتوا شون؟ أكو مديل سابقا كان اسمها طيارة بس أفضل الأنواع حاليا اللي أنا أنصح بها هي هذه هذه القاعدة مالتها يعني مجرد تخليها على مدر القياسات ما نشرح عليها أول شي رح نجي نشوف منتجاتها كل ماكنة تجي معاها نظارة USB قلم ماجيك والماكنة نفسها تعالوا أول شي نركب الماكنة نشرح لكم حتى يصير الشرح سهل الماكنة تجي مفصولة عبارة عن قطعتين تمام؟ أول ما تجي أنت تخلي هذي هنانه بها الطريقة هذي هذي تجي هنانه تعالوا أول مرة نطلع لكم هذيني أربعة براغي واضحات؟ أربع براغي على مدن نضبط بيهن ماتل الماكنة ويجي معاها قطع كارتونية للفحص وقطع خشبية هذا كل ما في العلبة بعد ماكوا شيء طبعا بالإضافة للـ USB كل ماكنة معاها USB البرنامج حقها الماكنة ليزر فراشة من شركة ياسر بابا هذي أنا طالبها من المصنع طلب خاص حتى حاليا عالميا معروفة باسم معروفة باسم ماكنة ليزر فراشة أول واحد بالعالم بالعالم أنا طلقت الاسم على هذه الماكنة وانتشرت باسمي أنا فجميع العالم الدول العربية والأجنبية حاليا معروفة بترفلاي بالعربي فراشة ماكنة ليزر فراشة هذي مو من تصنيعي لكن أنا طلبتها طلب خاص من المصنع تعالوا نشدها اول شي نجي هذي القطعة تجي هنانه تمام هذا او العفو بهالطريقة هذي بهالطريقة هذي عندك هذا حق الموتور اوكي هذا حق الموتور هذا الاول وعدنا بعد ما ربطنا هذا عدنا هذا الثاني اللي هو المفروض يصير هنانه تمام هذا يصير هنانه حق الليزر فقط هذا بالموتور وهذا بالليزر وتجي تقعدها بهالطريقة هذي وعندك الاربع فرامل هسه كمان من نصب ماكنه الليزر الفراشة مرات يجي الليزر منفصل اذا ايجاك منفصل فعدك هنا اربع براغي اثنين هنا اثنين هنا وخلاص طبعا الملاحظة مهمة قبل نبدي بتشغيل الماكنه شنو هذي الماكنه وشنو تشتغل عندك البرنامج يجيك باليو اس بي عدك النظارات لازم تلبسها لان هذه مؤذية على العين ما ممكن تنظر لها مباشرة اذا تريد تنظر اثناء العمل لازم تلبس النظارات وتباوع عليها القوة من هذه الماكنه اثنين ونصوات ما ممكن اكثر من اثنين ونصوات المصنع المصنع عنده اكثر من اثنين ونصوات لكن اعني نصيحتي الماكنه الصغيرة اخذ اثنين ونصوات اذا تريد اكثر فلا تاخذ نفس هذه واطه اعلى لا اخذ الماكنه الاكبر اللي هي سعرها خمس مئة وخمسين دولار فحاليا اذا تريد صغيرة انا اصحك بهاي اذا تريد كبير واطية اكثر ما انا اصحك بهاي انا اصحك بماكنه هي اكبر وارخص اللي هي شنو اللي اختلاف السعر هواي هسه حاليا هاي ب300 دولار اذا ازاد اليزر توصل حتى ال400 دولار ليش انا ادفع لي 100 دولار على موض اختلاف ضفيف بالليزر يعني مثلا 5 واط فالافضل تاخذ ماكنة 550 دولار 40 واط ويلي 3 واط ويلي 40 واط اللي يسألني الافضل من هاي شنو اقول اخذ تراي ست تراي ست سعره 550 دولار مساحة عمل ايضا كبيرة المهم هسه هذي مساحة عمل 17 في 20 سانتيم يقولون 30 في 20 بس الحقيقي 17 في 20 سانتيم اللي هي هذي مساحة العمل يعني هاي المرحلة ما كان كلها ممكن تشتغل عليه الحلوب هذي الماكنة انه مثل ما تشوفون محمولة يعني انا مثلا اريد اطبع على قطعة خارجية خليتها هنا عرفتش شون عجبني اطبع على طاولة هاي الطاولة خليتها هنا عجبني اطبع على مساحة اكبر اطبع قطعة هنا ممكن قطعة هنا قطعة الحلوي بها انه سهله صغيرة كل ما تحتاج طبعا نزلوا منعتها نسختين اللي تشتغل على الكمبيوتر واللي تشتغل على على الموبايل اللي تشتغل على الموبايل ما انصح بيه ولا ابيع بيه اشتغل بس الكمبيوتر لان التصميم لازم تحتاج الكمبيوتر لازم تحتاج البتوب اذا تريد لابتوب عنها لابتوبات مستخدمه بمائة دولار الواحد ممكن أن نبرمج لكها على الماكنة فيصر المشروع كله 400 دولار اذا تاخذ ماكنه مع لابتوب اذا تاخذ بس الماكنه على اي كمبيوتر ممكن تشغلها برنامجها وعملها جدا سهل بعدين رح نشرح لكم على البرنامج احنا هسه حاليا رح نطيكم مقتطفات على شينه تشتغل هاي الماكنه هذي الماكنه ممكن تطبع مثل ما تشوفون هذي عندي مدالية مصنوعة من الجلد هذي هسه حاليا جلد محفظة محفظة مال النقود يعني محفظة مال الفلوس عندك جميع انواع الجلوت عندك المطاط عندك الربل عندك الخشب عندك الكارتون كثير من الامور لا تعمل على المعدن ولا تعمل على الزجاج ولا تقطع تمام ما تقطع هذي تشتغل نقش بس هي ممكن تقطع فد مادة معين احنا نسميها فوم انتظروا هسه شوفكم اياها او هسه جبناكم هاي المادة كل المواد اللي شوفوها بالفيديو موجودة عندنا المداليات تعالوا شوفكم هاي المادة هاي المادة ممكن تصنع منعتها ثروة نعم ثروة من هاي المادة رح اشوفكم شن هاي المادة هاي عبارة عن الياف تقطعها بهذه الماكنة هذي الماكنة انا قلت لكم ما تقطع لكن تقطع الشغلات الخفيفة يعني هذا ممكن تقطعه الكارتون الخفيف ممكن تقطعه هذي مادة عبارة عن الياف اي فور هاذي انت ممكن تقطعها يعني مثلا رحطيكم مثلا فكرة مشروع خلني نقول عندك مشروع تخرج وتريد تسوي قبعة هاي القبعة شايفيها الورقية وتريد تكتب على القبعة شون تسويها كأنما أنت جايب لك مقص ومسوي لك أحروف وهاي كل هاي رح تسويه بهاي الماكنة تختار لك فترسمة فتشكل وتقصها بهاي الماكنة لأن هذه تقص تختار لك هاي كلها حاليا بس كلام بس لحشغله واشوفكم رح تخليها هنا وتختار لك بالكمبيوتر فتشكل معين وتقطعه وبعدين تشيله وبعدين تشتغل به فهذه المادة موجودة عندنا أي فور فالشي كل الجميل مثل القماش الصير فالشي كل الجميل وبها ألوان هواي يعني هذا ممكن تصنع من عنده ثروة اي صحيح ما أمزح ماكنة فراشة ب300 دولار وذا عندك كمبيوتر وذا ما عندك احنا نعطيك ب100 دولار يعني ب400 دولار ممكن تصنع ثروة شون تصنع ثروة ممكن تسوي أعمال يدوية ممكن تسوي رسومات ممكن تسوي تصاميم ممكن تسوي كثير من الأمور كلش حلوة وسهلة وممكن انت مثل ما أنا جال بطاولة وماكنة ولابتوب وتاخذ لك عاكس صغير وتفتح حتى بالشارع وتسوي مداليات تعالوا نشوفكم هسا حاليا المداليات الخشبية المداليات الخشبية مثل هذه اللي عندي ممكن تكتب عليها اسم وتصميم طبعا الماكينات هذه لازم شوية يعني يصير عندك خبرة بالتصميم برنامج الكورل أو برنامج فوتوشوب أو أي برنامج عندما بدون تصميم ما تقدر تشتغل أي شيء يحتاج لاش واحد يعني كلام عربي شوية جميل أو زغرفة مثل هسا ما تشوف هنا أنا مسوي زغرفة هنا أنا كتابة عربية أو مثلا تكتب على خشب أو حتى ممكن انت تجيب خشب يعني مختلف وانت تسوي أعمال يدوية يعني بيه هواية يعني هذا صراحة مكان الليزر هو عالم يعني هذه الماكنة الصغيرة البسيطة ممكن تطلع لك آلاف المنتجات آلاف المنتجات؟ نعم آلاف المنتجات راح تسئلوني الليزر مااتهش قد يطوض حسب رأيي تقريبا سنة أداة تستخدمها يومية يومية سنة ويخلص هذا الليزر اللي يريد الليزر هذا موجود سعر الليزر واحدة 75 دولار اللي يريد فقط الليزر سعره 75 دولار تقريبا حسب خبرتي سنة يمشيك سنة وبعدين وراء السنة ترمي أما الماكنة في الماكنة صراحة مصنوعة تصنيع في شيء جدا ممتاج وعمرها طويل يعني ممكن تشتغل بيه فترة كلش طويلة هذه تعتبر ماكنة انتاجية يعني مو فقط إذا أنت عندك مكتبة إذا عندك محل صغيرة إذا عندك هاي ممكن باستخدام هذه الم ماكنة تطلع كثير من الأمور ما نطوي عليكم الفيديو تعالوا نشغلها أول شي هذا اليو اس بي نربط اليو اس بي هنانا وهذا المنفذ ماته هنانا ثاني شي المحولة نشبكها بالكهرباء وبعدين نجي هنانا ملاحظة مهمة أول ما تشغل الكهرباء هو رح ينطي شوية ليزر فدير باكم لواحد يحترق ايدي اول ما تشبكها بالكهرباء مو تخلي ايدك هنانا لان ينطي ليزر اول ما يشتغل فلازم تنتبه شوف اول ما اشتغل الشوية حرك بيينت بالتصوير رح عيدها باع اول ما تخلي راسا يشتغل ليزر يحرك فلازم انت شسه وتنتبه انا رح اخلي هاي الخشبة حتى يبين بعض اول ما شغلت شوف الشوية رح يحترق الخشبة فمو تخلي ايدك انت وتنتشوية ايدك وانا ما يمع بس مجرد يعني حرك بسيط ما يدي تمام بعد ما شغلنا نجي هذا اليو اس بي اللي بيه البرنامج يجي وياها خليني اليو اس بي راح خلي هنانا اول ما خلينا اليو اس بي هذا الملف دي اثمين اول ما تفتحها راح نسوي له نسخاني سويت لانسخ واجبته اهنانا تفتح الضغط ماتة عندك شغلتين اساسية البرنامج والتعريف رقم ثمين رقم ثمين هو التعريف العفو هاي التعريف مالتها بس تضغط هنا هو يبدي التنصيب تنتظر شوية اوكي هذا معناته كمل التنصيب هس اوكي تنصيب كمل هس نجي على البرنامج مو هذا البرنامج اعتقد رقم ثلاثة لا هذا فيديو شرح هاي الصور للتصميم برقم ثمين نفسه بعد ما عرفنا نجي هنا على البرنامج هذا هو البرنامج بعد ما تشغل البرنامج يقولك مكينتك هذي ولا هذي تعرفون احنا مكينتنا هذا الشكل تضغط هنا اشتغل عندك اول ما تجي لازم تضغط على هاي العلامة هنا اللي مرسوم يو اس بي حتي يشتغل ضغطنا عليها صارت لون احمر شوف شون تحركت تعالوا نرتب الطاولة حتي نشتغل براحتنا اول شي على ما تتحافظون على الطاولة فانتم تستخدمون القطعة اللي هي معطيكم اياها هذي مجرد يعني ربلة تخليها هنا على ما تشتغل براحتك هذي اول شي اذا تريد تشتغل على الطاولة مباشرة ماكو اي مشكلة طبعا الملاحظة مهمة جدا الماكنة بيها في الشغلة اساسية هي العدسة شوفون هذي العدسة هذا الشي جدا مهم ولازم تعرفها مثلا انا اريد اشتغل على هذي القطعة فلازم يصير عندي نقطة هنانا نقطة زرقة كلش نعمة شوفوا اذا كانت رح اشوفكم هس هي صحيحة رح اشوفكم اذا خطأ باعوا هس حاليا واضحة هاي النقطة واضحة صحيح شوفون هاي هاي النقطة الزرقة هس حاليا هي مو نقطة كبيرة لازم تصير نقطة عدلة شون لازم تصير بها الطريقة هذي احنا نتحرك بهذي لحد ما تصير نقطة على حسب ارتفاع الشغلة اللي عندك شوف هس حاليا هس هي مو نقطة اذا ردنا نشتغل على هذي فاحنا نغير من هنا عندك طريقتين يا اما تغير بالعدسة يا اما الماكنة هي نفسها ترفحها وتنزلها اذا صارت عندك النقطة كبيرة هذا معناته خطأ لازم تصير نقطة هس هي نقطة واضح صحيح هس هي مو نقطة فتتحكم بها يا اما تحرك الماكنة يا اما تتحكم بالعدسة فاحنا حاليا ردنا نشتغل نموذج على هاي هس رح نشتغل نموذج على هاي طبعا مثل ما قلت لكم خشب جلوت شيء بعد ما اتأكدنا انه هذي يصير نقطة نتحكم بها عن طريق العدسة هس رح نعمل واحد تيست نجي على البرنامج نجي على البرنامج اللي هو باليو اس بي جاي مجرد ما تدخل على الرقم اثنين تسوينا التعريف اجينا على البرنامج شغلنا البرنامج هذي هي ماكنتنا نقول له اوكي البرنامج جدا سهل اول شيء رح نجي على ال يو اس بي نفعله بعد ما فعلنا ال يو اس بي اشتغلت الماكنه نجي هسا شنسوي نسوي تجربه نجيب مثلا صورة طبعا انت تصمم اي صورة اي رسمة اي شيء عجبك ماكو مشكلة انا رح اجيب من الصور الجاهزة اللي هي رقم اربعة اوكي هاي عدي صور جاهزة خلي نختار مثلا خلنا نقول شانيل اختارينا هاي الرسمة نسحبها بداخل البرنامج صارت بداخل البرنامج ضغطين نقرتين باعوا واحد اثنين شوفوا بعد ما نقرنا نقرتين رح يشوف مكان العمل حاليا وين مكان العمل نتحكم براحتنا بالقطعة او ممكن نتحكم منا نصعد وننزل انا افضل نتحكم منا اوكي حاليا الرسمة رح اصير اهنانة هذا يسمونه تيست نجي حاليا ندوس او ضغطين العفو نجي هنا على البرنامج ندوس ضغطين بعد ما ندوس ضغطين ووقف هس احنا عرفنا مساحة العمل شنو بعد ينرادين الماكنة بها شغلتين اساسية قوة الليازر نجي هنا الليازر باور شوفونا الليازر باور احنا نخليه 50 عندك من الواحد للمية وعندك السرعة سرعة الطباعة هس حاليا انا مختار 50 ب 32 السرعة والقوة سرعة الليازر سرعة الحركة العفو والقوة مالليازر بها نسبة وتناسب يعني شنو نسبة وتناسب يعني مثلا كل ما زادت السرعة كل ما شنو خف الليازر لان من يقوم يشتغل سريع ما يلحق يطبق كل ما خفت السرعة كل ما يصير الحفر اطوخ هس سرح ان نشرح لكم فالشرح مبسط احنا هسا الليازر 50 والسرعة 32 واختارينا مساحة العمل هسا شنو عندنا شغلة رئيسية تجي من هنا تجي على هذا حاليا نضغط هنا شوف رح يقول تريدها حفر ولا تريدها طباعة خارجية هذا اول واحد هو شنو يسمونه يسمونه يعني الشغل داخل الخط متل ما تشوفون الصورة انا هسا رح اختار لا رح اختار اوتلاين اوتلاين رح يصير بهالطريقة هذا هذا رسم هسا رح نجي هنا على الصح طبعا هذا برنامج به يغير قياسات كده المهم اجينا على الصح بعد ما اختارينا الصح هسا عدنا كل شي جاهز مجرد ما تضغط على بلاي ولا تنسون لازم تلبس العدسة عفو النظارة او ما تنظر عليها احسن شيان يلبس النظارة لان هاي النظارة هذا الليازر كلش مؤذي على العين فلازم تلبس النظارة هسا رح نشغل بس نضغط بلاي هسا شوف شون رح يبدي طبعا ممكن السرع العملية شوفاني هسا هذا مو سريع هذا بطيء هسا بعد شوية منتخلص رح اطبع وحدة ثانية بصورة اسرع على مدشوفكم الفرق الماكنة كلش حلوة طبعا بها ريحة مع الحرق يعني رائحة حرق خشب فانت لازم تشغل ساحبة او مروحة او مكان مفتوح الماكنة صراحة يعني هذي ماكنة ممكن تسوي بها مشروع جدا كبير كملت عدنا هاي الكلمة ما راح احرقها آني ش راح اسوي بعو البرنامج ما استجاب فطفيته وشغلته المهم اني سويت السرعة هسا 65 القوة ما ليازر نفسها راح اجي اشتغل نموذج هنا بما اني زيت السرعة فاش راح يصير عدنه راح يصير عدنه سريع كلش فمن يصير سريع كلش احتمال ما ليحق يطبع هسا راح نجرب بسم الله شوفوا السرعة ماتت شون سريعة اذا طلعت الطباعة طلعت اذا ما طلعت معناته شنوة معناته لازم احنا نخفف السرعة نسيت اغير الشغلة رجع رجع على البرنامج نسيت اغير الشغلة هاي انلاين انا ما اريد انلاين بعدين اشوفكم الفرق انا اريد اوتلاين اللي ويسمونه فيكتور انا اريد بها الطريقة هذي انا سرعة نقول لي اوكي ابدأ هسا نرجع على الماكنة شوفوا يا هسا دا تطبع بس الطباعة خفيفة ليش الطباعة خفيفة؟ لان احنا زيادنا السرعة فكل ما زيد السرعة كل ما صير الطباعة خفيفة هسا حاليا نشوف الفرق هذي احنا سوينا بطيء فلاحق يرسم براحته هذي سويناه سريع فمن سويناه سريع صار ما لاحق يرسم اصلا هسا رح نشتغل وحدة ثالثة هش رح نسوي رح نسويها بطيء جدا رح نشوفكم الفرق نجي هنان نجي على البرنامج احنا هسا رح نسوي مثلا رح نسوي احسنتين سوي عشر هذا الماوس عاطل سويناه 11 والليزر عفناه 50 اذا نزيد الليزر اكثر من 50 فراح يصير بعد اقوى هسا نجي ضغطين هنا رح يشوف وين مساحة العمل نجي هنا نحركها مثل ما قلت لكم هذا فقط تيست يعني يبين لك وين العمل اوكي خليش انتثابة هنا على التصوير هسا رح نقول لتشغيل بسم الله بعد ما قلنا لتشغيل لا تنسون تلبسون النظارات لان هذي ما ممكن تنظر عليها مباشرة الا باستخدام نظارات الليزر سعر الماكرة 300 دولار مثل ما قلت لكم بدون شحن تفاصيل الشحن على واتساب شوف الفرق هاي كلها تتحكم به باستخدام الليزر هس احنا رح نشتغل موديل ثالث هنا الموديل الثالث رح نجي شنسوي 100 بالمية الليزر تمام هس رح نشوف شن الفرق اول شي نجي هسا نرجع هنا رح نشتغل واحدة هنا سوينا الليزر 100 بالمية بسم الله بدياني شوف الحرق شون صار اغمق شوف الفرق بين اول رسمة والثانية والثالثة والرابعة طبعا اللي قوة ما الليزر والسرعة تعتمد على شنوة خذيها لقطة واضحة اعتقد واضحة واضحة كلش الرسمة الاختلاف بين هاي الرسمات وبين هاي الرسمة على حسب الليزر انت زيت تتحكم بالقوة بالسرعة تحصل رسمة هسا رح نشوفكم شغلة مهمة جدا وهي نجي على الرسمة هاذي هالرسمة شوف هسا حاليا الداخل مالتها فارغ هس احنا رح نختار من الصور نختار منها الريد يصير الرسمة بهالشكل هادا بهالشكل هادا تاخذ من عندك وقت هاذي الماكنة الشي المو حلو بيها انه هي بطيئة هسا رح نجي الليزر ما نحتاجه كلش قوي خلنا اسوي اسوي ستين وهسا رح نشتغل وحده احاول اخليه عدل رح اشتغل بهاي المساحة بسم الله سرعة لازم شوي اسر راحة لان اذا سويتها بطيئة كلش يتأذيني بهاي الماكنة لان الشغل كلش بطيئ بيها وهذا هو العب بهاي الماكنة سويت السرعة 43 وسويت قوة الليزر 60 هسا نرجع بسم الله هسا رح نرجع هنانه ورح نشغل شغلنا شوف الفرق هاذا الرسم اللي يسوونه اللي هو يعتبر ان لاين يعني رسم داخل الخط هاذا بالشكل اجمل بس ياخذ وقت هواية هاذا كلش بطيء لا لا هاذي لا تقطع بليت ولا حديد هاذي ماكنة بسيطة تشتغل على الخشب على المداليات ممكن تشتغل على الخشب على البلاستيك على الكارتون على بعض انواع الفوم هس رح نشوفكم لان الواطية مارتها قليلة هاذي الرسمة ما طلعت واضحة الرسمة مو واضحة لازم شنسويها السحنة نسويها ابطع من هذا الشي هسا رح نيجي هنانة رح نيجي هنانة رح نوقف الرسمة انطيها ستوب انطيتها انا ستوب لان ما عجبتني الرسمة هاش رح اسويها بطيئة اوكي هسا رح اسويها 13 السرعة وقل لي ابدأ انا هسا سويتها بطيئة لان الرسم بهاي الطريقة يحتاج بطئ اي هسا بدأ الرسم يطلع جميل بس الله ليعلم ايش قدرة حتتاخذ من عندنا وقت هاي الرسمة الصغيرة لان هاي هسا الاوتلاين سريع الاوتلاين سريع مثل ما شفتو يعني اجزاء من الثانية حتى مو مو يعني تقريبا يمكن ثلاث ثواني اما هسا هاي الرسمة خلينا نشوف ايش قدرة حتطول حاليا طولت ثلاث دقائق ونص ونسبة الاكتمال ثمانية وسبعين بالمئة يعني احتمال تاخذ لتشجوز خمس دقائق بعد ما اكتمل هذا الرسم مثل ما تشوفون بعد ما اكتمل هذا الرسم حسا حاليا انتم شفتوا الفرق هذا يسمونه اوتلاين هذا يسمونه ان لاين هذا جميل وسريع هذا جميل لكن بطيء هذه الرسمة اخذت من عندنا خمس دقائق واربعين ثانية خمس دقائق واربعين ثانية اما هذه الرسمة فما اخذت من عندنا يمكن ثلاث ثواني او اربع ثواني جدا سريع فالفرق بين هذه وبين هذه على حسب اللي تريده انت لكن بعض المرات انت تحتاج ترسم بهالطريقة هذه هذه هي اجمل من هذه على الجلود مثلا لكن على الخشب يجوز واحد يريد الرسمة هاي المهم ما احنا شرحنا الطريقتين هذه هي اوتلاين هذه هي ان لاين يعني هذه خارج الخط بس رسم هذه حفر داخل الخط ممكن انت تريد اذا تريد الرسمة تصير بارزة يعني من تمسكها بيدك بارزة فتقوي الليزر كل ما يقوي الليزر كل ما يحفر اعرفتشون؟ هسا حاليا نحنا راح نجرب على الجلود قطعة جلود نجي هنا ثانية نختار نفس الرسمة او لا خلونا نختار رسمة ثانية نختار رسمة ثانية بطريقة السحب خلونا نشوف هنا في الشي حلو اوكي عجبني الابل خلونا نجيب هاي التفاحة وخليه هنا هنا ضغطين راح يقول وين مساحة العمل ضغطين على الصورة ضغطين على الصورة ويقول لك وين راح اصير بس انا خلونا خليها بالطول حتى تصير حلو اوكي هسا حاليا نرجع على الصورة انا هسا ما يعجبني الطريقة هاي الرسمة فراح اغير الرسمة اسويها بس رسم خارجي فاضغط منها على الصورة اجي على اخر واحدة يسموها فيكتور بالانجليزي لا ماكو بس اثنين خلاص هي بس اثنين هسا راح اسوي انطي صح هنانا راح ازيد السرعة ما اريتها سريعة راح اسويها افد مثلا خلينا نقول تسعة وثلاثين سويتها القوة ما الليزر ما اريتها قوية على مدلة تحرق راح اسويها اقل من ستين سويتها اربعين تمام صارت عندنا القوة اربعين اثنين واربعين والليزر ثنين وثلاثين هسا راح اقول له ابدأ بسم الله شوفوا السور راح يبدأ يرسمها الجلود ما تحتاج ليزر قوي على مدلة لا يبين حرق شكت ثمان ثواني شفتوا الرسمة شكت طولت ثمان ثواني فقط رسمة جميلة بثمان ثواني خلنا نشوف كيف المسافة نسوي واحدة جواها اه اوكي ممكن هسا نسوي الطريقة الثانية الطريقة الثانية نفس الابر راح نرسمها بس بالطريقة الثانية هي اللاين اللي هي الحفر ومثل ما قلت لكم الحفر بطيء يعني هاي الطريقة هاي اوكي هسا راح نستخدم هيا انت بس تستخدم هاي الثنين هذي حفر وهذي فس نقش هسا اختارين اول وحدة حفر نجي هنا هنه الليزر خلنا نخلي خلنا نجرب هسا ثمان واربعين ونخلي السرعة بما ان هو حفر فيحتاج شوية السرعة خلي نجرب هسا نفس الاعدادات قوة الليزر ثمان واربعين والسرعة تسعة وثلاثين ونقول له ابدأ بسم الله راح نشتغل مرة ثانية ليش لان هاي خفيفة ش راح نسوي عندنا شغلتين لون قوي الليزر لون خفف السرعة ثاني ش راح اسوي راح اول مرة اخفف السرعة او اقل او زيد الليزر خلنا زيد قوة الليزر هي هسا سوتها مية بالمية الليزر هسا راح اشغل مرة ثانية مية بالمية بس عفت السرعة كما هي سريعة خلنا نشوف اش راح يصير شوف بدت الرسمة تبين اوضح قويت الجسمة قويت الليزر بس الجلد لازم واحد ينتبه من يتعامل مع الجلود لان اذا زاد عندك الليزر لا يحترق عندك الجلد لازم تنتبه اما الخشب الخشب عندك يعني يتحمل الليزر قوي او هسا صار جميل شوف شون بدت تبين الرسمة بس لازم تنتبه ما تحركها من مكانها هذا جهاز ليزر طبعه على المداليات طبعه على الخشب طبعه على كثير من الامور صغير ورخيص وجميل كل شي ما تحتاج كهرباء ولابتوب وتحتاج هذه الماكينة فقط هسا نحنوقف الرسمة هسا وقفناها شوف على الجلود شون طارت هذا عندنا أوتلاين هذا عندنا اللاين هذا عندنا ليزر قوي هذا عندنا ليزر خفيف هذا كلش قوي بحيث شال طبقه من الجلد ممكن شوية نخفف اليزر حتى يصير الشكل اجمل عرفتش شون؟ ومثل ما قلت لكماني تصميم اي شي تسوي ممكن هس اش راح نسوي طبعه هذي المداليات موجوده عندنا هذي المداليات موجوده عندنا هذي موجوده وهذي موجوده هس راح نشوفكم الشي ثالث هس راح نشوفكم هذا هذا ايضا موجود عندنا انت ممكن تشتري مثلا مثل هذي من عندنا هاي ما المفاتيح او ممكن يعني صراحة انت عندك جلد اي شي تصممه وتطبع عليه بالليزر يصير عندك حلو هس اني هناني راح اطبع طباعه عرفتش شون؟ انت لازم تعرف ولازم السجل السرعة والقوة شونية معوده تعاي هس حاليا راح نشتغل على هذا النموذج هذا النموذج موجود عندنا بس هذي يجي طقم يجي هاي القطعه ويجي هاي القطعه هذا مال كارتات خلون بيه كارتات او بطاقات بنقية احنا بالعراق ما يستخدمون اعتقد وهذا مال مفاتيح هذا يجي طقم هدايا يعني طقم هدايا تخليه هنا وتبيعه بها الطريقة هذي تكتب علي رسمه اسم وتبيعه بها الطريقة هذي قلت لكم هدا مشروع به هاي امور محافظ مال الفلوس خلي هسا نشتغل على هذا اول ما خليناه لازم نضبط العدسه مثل ما شرحت لكم بداية الفيديو هس اعتقد انه صحيح خلني نجرب نعمل تيست ونجرب خلني اختار رسمه طبعا فيه طريقة ثاني انه انت ممكن تخليها بهالطريقة هذي وهو هاي الطريقة الافضل ممكن تخليها بهالطريقة وتشتغل افضل تمام على مدة تتحرك عندك ولازم تصير عدلة ما صرفت شي مرتفع وشي نازل لازم تصير عدلة يعني ممكن بهالطريقة هذي تخلي لك في الشي هنا وزن بهالطريقة يكون العمل افضل خليه ثاني وزن على مدة تتحرك هسا لحرجة اضبط الليازر لازم يصير نقطة اذا ما صار نقطة يعني ان الشغل مو صحيح هسا رح اجرب هسا عنا رح اجرب خلن اختار خلينا ابدل الرسمة هاختار رسمة ثانية اوكي هاختار هاي الرسمة اول شي لازم نعرف الرسمة وين رح اصير شرحنا لكم هاي التفاصيل بداية الفيديو ضغطين على الصورة هاختار حاليا عرفنا الرسمة وين رح اصير ومثل ما قلت لكم اذا تريد تتحكم لو تحرك الماكنة لو تحرك القطعة نفسها انت شو يعجبك يعني مثلا انا اريدها شوية تنزل هنا تمام مثل ما قلت لكم عندنا طريقتين يا اما اللاين يا اما اوتلاين انا شاريت اريد الاوتلاين حاليا منا ونقلنا لصح القوة مع الليازر ما اريد همية رح حاول اللوغو مانيولا اسوبيا قويقة حاليا سونا الليازر 62 والقوة 39 دعنا نشوف شفتوا هاي الرسمة اذا اقتنعنا بالرسمة اقتنعنا ما اقتنعنا لون زيد الليازر لوش نسوي نخفف السرعة شن رأيتش حلوة ولا مو حلوة خفيفة خفيفة شن سوي نرجع نرجع نسوي لا تحركي ممكن نرجع نسوي رسمة فوقها او ممكن نقوي الليازر تعال قوي الليازر انا كان عندي 63 سويتها 71 وحاليا اشتغلت واحدة ثانية بس كنت ما تحركت هي اه 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 ليش ما تجاوبني ويجاوبني فريقك والله يا اختي او اخي ما اقدر يعني صراحة من الصبح لليلة انا اشتغل واصور واطلع فمو داما اقدر ارد على الرسائل فاكيد الموظفين اللي عندي والشباب يساعدوني بالرد اوكي حلوة روعة 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 رح انطلحها خلنشتغل بعض واحدة ثانية غير الشكل تعالوا نجيب لنا صورة ثانية ونجربها خلنجيب صورة ثانية طبعا على مدى نكون ماضحين معاكم اي صورة اي تصميم انت تريد تسوي تسوي براحتك اي شي عجبك سوي علامة فراري لانا احمر وينها فراري وينها اه هذي اوه صحيح والله تعالوا نسوي علي علامة فراري اوكي انا حنسوي علامة فراري queriaرا اعصورة انت حسب لا تريد ايا انا نسويه نفكتور على مدلة تاخذ من عندي وقت هواء ونفس السرعة غفلة الكنبيوتر مارتيخة انا اشغل البرناوج من جديد لحظة وحدة اوامو اضعنا لحزة اذا تريد تغير مكان الرسمة تريد من الكمبيوتر تتحرك تمسك الرسمة تريد تتحكم من الكمبيوتر تريد تتحكم منها هسا اذا تحرك منها وينما تتحرك تتحرك هنا اوكي هسا عرفنا الرسمة وين راح تصير نجي هسا نسويها فيكتور يعني اوتلاين وراح نبدي بسم الله يلا يا الله هسا راح تتسميني علامة الفيراري ولا تنسي استخدام النظارات الواقية النظارات الواقية جدا مهمة كل ماكنة تجمعها نظارات لا تنظر عليها مباشرة مو زيان عالعينين خلصت الرسمة شا تريد انت السوي السوي على حسب اللي تريده تمام كما شفتو قطعنا رسمنا جربنا هسا حاليا راح نطيكم المختصر المفيد باستخدام ماكنة الليزر الفراشة هذه ماكنة الليزر الفراشة هسا راح نطيكم المختصر مالتها اول شي راح نقولكم على مميزاتها مميزاتها انه رخيصة سهلة الاستخدام برنامجها سهل ممكن تخليها باي مكان مفتوح يعني تريد تشتغل على اي مكان تنقلها وتخليها برنامجها سهل كل شي حلو بيها سعرها ب300 دولار فقط عبالي خلصتي هسا راح نقولكم شنو عيوبها بالرسم حلوة بالنقش حلوة على الخشب حلوة على الجلود حلوة عيوبها بالقطع مو حلوة يعني جربت 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 مو حلوة بالقطع ممكن تقطع بيها مو ما ممكن بس ما انصح بيها فشفتها فاشلة بالقطع جربت هواي نماذج فبالقطع مو حلوة بالرسم اي رسم حلو ولو بطيئة بس الرسم ما تحلو نقش حلو تصاميم حلوة كسعر مميز يعني صراحة فالشي جدا جميل سهلة الحركة كل شي بيها سهل لكن القطع مالتها فاشل ما انصح بيها اللي يدور ماكنه يريد يقطع بيها قطع خلي انتظرنا الفيديويات اللي رح تنزل اللي تالي ان شاء الله رح تنزل عدكم ماكنه ليزر ترايست اللي ترايست هي مختصة بالقطع يعني تجيبينها قطعة خشب او فايبر او قطعة قماش او حتى جينز او اي شي قطع فرح انتظرونا بالجزء اللي بعده كتبونا بالتعليقات اذا عدكم اي سؤال او استفسار والسلام عليكم ورحمة الله